اشتركوا في القناة في الدنيا دبي مع انطلاقات وتحديات هجني اصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في صباحي هذا اليوم مع انطلاقة سن الكبار والستة كيلو مترات هي مسافتنا الحاضرة مع انطلاقة هذه الاسماء في هذه اللحظات واندفعت كل الاسماء دائما بحثا عن ناموس هذا الشوط انطلقت هذه الذلل انطلقت الاسماء اتقدم مع المركز الاول اتابع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظة اتقدم مع المركز الاول اتابع الصدارة الشاهينية على المركز الاول من هجن الرئاسة واحمد بن مطر بن ماهيد الخيلي من يقدم هنا انطلاقة وتحدي واندفاع الشاهينية على المركز الاول وعلى صدارة الاسماء المركز الثاني اتابع شواهين القادمة على ثاني المراكز ليسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يقدم هنا انطلاقة شواهين على ثاني المراكز صواب في المركز الثالث ليسمو شيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سلطان بن راشد سويدي يتابعها في عملية التضمير وتدريب المركز الرابع هنا التواجد من الشاهينية ومن هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يتابع انطلاقة الشاهينية على المركز الرابع والمركز الخامس نتابع في هذه اللحظات تقدم من الشاهينية على المركز الخامس القادمة من مؤسسة هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي المركز السادس المركز السادس وصول في هذه اللحظات من الشاهينية وهجن الرياسة واحمد بن مطر بن مايد الخيلي وافراحة من الجانب الاخر افراحة على المركز السابع تتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطار الشاب المبارك بالقوبع يتابعها المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والمركز التاسع هنا تقدم من الشاهينية والمركز العاشر كذلك الشاهينية من مؤسسة هجن ند الشبا بمتابعة سالم بن سعيد هكذا هي النتيجة هكذا هي نتيجتنا الأولى ندان الأول لهذه الأسماء المنطلقة والحاضرة على أرضية تحفة ميادين السباقات وعلى الهواء يبثل مباشر في هذا الصباح عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة ولازالت هجن الرئاسة سيدة لهذا المسار متقدم الشاهينية على المركز الأول أحمد بن مطر بن مايد الاخيالي ما شاء الله انتصفت مسافتنا الستة كيلو مترات المركز الثاني قدمت في ثاني المراكز صواب لإسمو شيخ سعيد بن حمدان بن رايدة المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية يتابع صواب يقدم صواب بهذا الشعار شعار سمو شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث وصلت هجن العاصف على ثالث المراكز ومع الشاهينية بمتابعة وتدريب غيات الهلالي ما شاء الله المركز الرابع المركز الرابع شواهين ليسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسر بن سالم بالعرط الخبير يتابع هنا انطلاق شواهين على المركز الرابع والمركز الخامس ما شاء الله اختربت الاسماء في هذه اللحظات وصلت الاسماء وأول الواصلات الشاهينية من هجن العاصف بمتابعة غيات الهلالي المركز السادس المركز السادس وصلت هراح على سادس المراكز ليسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطار الشيء بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الاوسط من يتابعها في هذا الانطلاق والتحدي ما شاء الله هجن العاصف قادم في هذه اللحظة تقدم الشاهينية بمتابعة غيات الهلالي والثنين كيلو متر المركز السابع المركز السابع هنا التواجد من هجن العاصف وثامن المراكز هجن الرياسة تقدم الشاهينية بمتابعة وتدريب رجل الامتار النهاية احمد بن مطر بن ماهيد الخيلي والمركز التاسع والعاشر الشاهينية والشاهينية من مؤسسة هجن ند شبه مع سالم بن سعيد ما شاء الله هكذا النتيجة واذاعتنا الثانية للعشر المراكز خلاص اتجاهنا الى المقصورة الرئيسية الى خط النهاية الى ناموس هذا الشوط والكل في موقع واحد ثمانية اسماء في موقع واحد ما شاء الله باختلاف هذه المؤسسات والمضمرين ذو خبرة ما شاء الله عودة الى البداية عودة مع الصدارة والمقدمة وما تحمل دائما من كل التحدي والاثارة في هذا العالم الساحر عودة الى الشاهينية على المركز الاول ولكن غيرت خطفة الصدارة صواب صواب والف ومئتين غادرنا لوحة الاعلان يا عاشق السلالة الشاهينية من يقدم صواب ليسمو شيخ سعيد بن حمدان بالراشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ما شاء الله المركز الثاني الهلالي قادم والمركز الثالث والرابع شواهين العصب قادمة زاحفة الى هذا الشوط تبغي ناموسي هذا الشوط بمتابعة غياث الهلالي المركز الخامس وصلت وتقدمت شواهين لإسمو شيخ راشد بن حمدان بالرائد المكتوم مع مصري بن سالم بالعرض وهجن الرياس قادمة كذلك مع الشاهينية ولكن عود الى الصدارة سارت هذه الاسماء انطلقت هذه الاسماء فاللحظات الاخيرة وانطلق الكل في هذه اللحظات مع الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة ما شاء الله دفع ذاتي أداة القائي غياث الهلالي لم يصدر اللوامر لم يصدر اللوامر على الشاهينية طارت بالمقدمة عندما بانت المقصورة الرئيسية لتهدي السلام إلى مالك هجن العاصفة إلى سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مالك هجن العاصفة شكرا يا غياث ها هي الشاهينية كما عودتنا بهذا المركز بهذا الاندفاع في اللحظات الاخيرة والموكب يبريلها دائما من ليمين ومن ليسار سلام يا جماهير العاصفة شكرا يا غياث الهلالي المركز الثاني هجن الرئاسة على المركز الثاني مع الشاهينية المركز الثالث الشاهينية لجن العاصفة المركز الرابع الشاهينية لجن العاصفة المركز الخامس الشاهينية لهجن الرئاسة هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام مع هذه الانطلاقات والتحديات ما شاء الله والتوقيت الزمني توقيت الشاهينية تسع دقائق أربعين ثانية وستة جزاء من الثانية شكرا يا غياث شكرا يا العاصفة بدون يوامر ولا تعليمات خاطفة هذا الشوط المركز الثاني الشاهينية من هجنة رياسة توقيتها الزمني تسع دقائق واثنين واربعين بالوفاء والتمام تهانين ونموس كذلك للمضمر أحمد بن مطر بن ماين المركز الثالث وصلت الشاهينية من هجنة العاصفة توقيتها الزمني تسع دقائق ثنين واربعين جزئين من الثانية تهانين ونموس كذلك لغياث الهلال تهانين ونموس للجميع اشتركوا في القناة